الخفايا وراء الكواليس وراء أو أي صفقة كانت جعلت من السيد الصدر يغضب ويسحب أتباعه ربما يعني هناك لا نريد أن نستعجل الأمر أنا أعتقد أنه اليوم الإطار فرح بهذه النتائج بهذه الانسحاب الآخر انسحاب السيد الصدر وأتباعه من كل مجريات العملية السياسية لم يتبق لهم حجة لكي يعترضوا على نية الإطار بتشكيل الحكومة خلاص يعني اعتزل العمل البرلماني العمل السياسي حتى الآن الجماهيري أيضا الشعبوي وهذا التظاهر كل اعتزال باعتزال ما الذي يمنع يعني رغم أن الثقل التيار الصدري موجود ولا أحد ينكره لكن هذه العملية السياسية التي هم أرادوها ومتفق عليها بل كبارهم هم من وضعوا أساسها أو أساساتها بكل أوجهة التشريعية القضائية القانونية لذلك يعني ربما تلقى صعوبات تشكيل الحكومة تأييدا لزميلي ولكن يعني الآن سهلت يعني حقيقة سهلت بعد ابتعاد الصدريين كاملا يبدو عن المشهد هناك من يقول لك أنه فعلا لا مهمة موجودين أيضا بالبنة التنفيذية يعني المراكز القرار أيضا موجودين لا تأثير لهم التأثير تأثير البرلمان والتأثير تأثير العمل السياسي الفاعل هو هذا اللي يأثر رغم أنا أقول فعلا له ثقله التيار وبشخص سيدة مقتدى الصدر لكن أنه بقى لهم تأثير الآن بعد هذه الانسحابات يعني أنا أستبعد وربما اقتربت خطوة تشكيل الحكومة وستكون إطارية والإطارية معروف وين ولائها وسيكون المخاض الآن أسهل ممكن تكون حكومة إطارية ولكن برئيس وزراء غير محمد الشاعر السوداني يعني أنا أعتقد هم ما يريدون بعد يستفزوا كثيرا للسيدة الصدر ربما يبعدوه هم يعني كانوا معتبري ورقة ضاغطة للسيدة السوداني الآن لم يعد منبدء أنه يعني أمكانية تغيير يعني ممكن ممكن أن يحصل تغيير في قناعاتهم التي كانوا مصرين عليها حتى يعني يقطع الأمل أو لنقول الشيك باليقين أنه لا يستفزوا بعد لأنه ربما ربما يعاود هو عودنا سيد صدر هو وجمهوره أن يعاودون بأي لحظة يعني كانوا قد أعلنوا انقطاعهم عن العمل السياسي وعادوا انقطاعهم عن التظاهر وعادوا ممكن حتى هذا الإضراب عن الطعام قد توقف لأنه توقف سفك الدماء الآن العملية أنا أكرر سهلت أمام الإطار وأن تطعم بتشكيلة توافقية يرضى عليها الجميع وبالمقدمة طبعا الأكراد والسنة فيكون الأمر سالسين باتجاه تشكيل هذه الحكومة مع تجميلات تزويقات هنا وهناك وحتى ترقيعها اشتركوا في القناة